اهلا بكم عزيزينا المشاهدين ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل خرافي من جركة اونر وال اونر متين لايك. في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل ده تعرف مواصفاته تعرف مميزاته تعرف عيوبه ما تعرف كل حاجة عنه مش تخرج من الفيديو ده لو انت عارف كل حاجة عن الموالي. خليكم معنا الاخر الفيديو. يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله. الشاشة في الموبايل ده فهي من نوع عمولة الكيس بتاعها ستة وسبعة من عشرة بوصة. والدقة بتاعتها الف ربعمية واتناشر في الف وتمانين بيكسل. الجودة بتاعت الشاشة دي فول اتشي دي بلاس. كسافة بيكسلات تلتمية اربعة وتسعين بيكسل لكل بوصة. معدل تحديس ستين هيرتس. الشاشة دي شاشة كويسة جدا وكبيرة ولكن للأسف معدل التحديس بتاعها ستين هيرتس بس. والمفروغ كانت تبقى اعلى من كده. نتكلم عندي هنا عن تصميم تصميم الموبايل جاي كله من البلاس سواء الظهر او ستة وستين جرام فهتلاقي وزنه معاك خفيف في اليد. الموبايل ده يدعم شبكات الفايف جي يعني هيرتس. وللأسف مفوش مكان لتركيب كارت موبايل. تصميم الموبايل ككل تصميم شيء. لو هنتكلم عن المعالج فهو من شركة ميديا تيك. هو دايمن ستين ستين ثمانين. ده معالج سوماني النواة. دك التصنيع بتاعته ستة نانو متر. والمعارض الرسومي اللي موجود فيه هو المالي جي سبعة وخمسين. المعالج ده معالج كويس ويسد معي. السوفت وير اللي موجود في الموبايل ده هو احدى السوفت وير اندرويد اربعتاشر مع واجهة اونر الماجيك او اس تمانية. الموبايل نازل عندي بنسخة واحدة بس. متين ستة وخمسين جيجا مساحة تخزين داخلية مع تمانية جيجا ري. اما لو هنتكلم عن البطارية فهي ارباح تلاف وخمسمائة ميلي امبير وده رقم قليل. لان في دلوقتي بطاريات خمس تلاف وخمسمائة وفي ست تلاف كمان. مع قدرة شحن خمسة وثلاثين وط. وبرده للاسف ده رقم قليل. فيه ارقام اعلى من كده. بالنسبة لزرعة الشحن. لو هنتكلم عن الكاميرات فالكاميرا السيلفي هي كاميرا واحدة بس الدكة بتاعتها خمسين ميجا بيكسل فتحة عدسة F2.1 من عشرة وبتصور معاك فيديوهات لحد الف وتمانية. الكاميرات الخلفية ومثالات الكاميرات الاساسية مية وتمانية ميجا بيكسل فتحة عدسة F1 خمسة وسبعين من مية. والكاميرا التانية خمسة ميجا بيكسل فتحة عدسة F2 واثنين من عشرة ودي بتاعت الالترا وايت او التصوير بزاوية واسعة. والقامرة التالتة هي اتنين ميجا بيكسل. فتحة عز اف اتنين واربعة من عشرة ودي بتاعة الماكرو او تصوير الاشياء الصغيرة. هتلاقي موجود هنا فيه فلاش مع القامرات الخلفية. وبتصور معك فيديوهات لحد الف وتمانين والقامرات دي بتدعم الاتش دي ار والبانوراما. القامرات الخلفية او الامامية هتبديك اداء كويس. المباعل عن دل الاسف هنفوش منفز تلاتة ونصف ميلي بتاع السماعات. السماعات اللي فيه مشي ستيريو سماعات مونو. موزن مستشعرات هتلاقيها موجودة في الموبايل ده. هتلاقي في بصمة تحت الشاشة. هتلاقي في فيس اللوك. الموبايل ده نازل عندي بتلات الوان. هو الازرق والاسود والفضل. طب سعر الموبايل ده كام? سعر الموبايل ده. سعر الموبايل ده للنسخة الوحيدة اللي هي موجودة اللي هي المتين ستة وخمسين. مع تمانية جي جي جا رام. هو تلتمية وخمسين دولار او ما يقابل الرقم ده. فعمل بلدك. سريعا كده هنستعرض اهم عيوب الموبايل ده واهم مميزاته. عشان تبقى خرج من الفيديو وانت عارف كل حاجة عن الموبايل. اما المميزات بقى بتاعت الموبايل ده. تصميم بتاعه تصميم شيك. يضعن شبكية الفايف جي. الشاشة شاشة كبيرة. معالج كويس. احدى الصوفت وير موجود. مساحة اخزينية كبيرة اللي هي المتين ستة وخمسين. والقامرات هتديك اداء كويس السواء الامامية او الخلفية. عندك فيه بصمة تحت الشاشة. عندك فيه فيس اللوك. معظم المستشعرات اطلاقها موجودة في الموبايل ده. عيوب الموبايل ده للأسف مفوش كارتي مومري. او مكان لتركيب كارتي مومري. الشاشة عندي معدل التحديث بتاعها 60 هرتز. وفيه عندك 120 هرتز وفي 144 هرتز. معاني بالرغم ان هي شاشة كويسة. مفوش اي مقاومة للماء والغبار. السماعات اللي فيه مون ومش استيريو. مفوش منفز 3.5 ميلي بتاع السماعات. البطارية 4500 ميلي امبير وده رقم قليل. بالنسبة للبطاريات اللي موجودة حاليا في نفس الفئة السعرية. برضو قدرة الشحن 35 وط دي قليلة. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. اتمنى اجون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.